بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أحبة المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل نتواصل مع شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونقرأ هذا الكلام الذي قاله أبو عبد الله الحسين صلى الله عليه وسلم والسبب في ذلك من باب أيضا قلت لكم من باب التحليل لماذا قال الإمام هذا الكلام حينما خرج ولده علي الأكبر اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك وكنا إذا اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إليه أولا طبعا بعد ذلك استتبع الدعاء اللهم احصيهم عددا وقتلهم بددا اللهم امنعهم بركات الأرض هذا ينمع أولا أحبتي عن ألم الإمام الحسين صلى الله وسلم طبعا الإمام هو إمام معصوم إمام عظيم لكن بنفس الوقت أحبتي الإمام أبو عبد الله الحسين هو أب والأب الحنون الأب الرحوم وكم يحب هذا الولد ولا سيما أن هذا الولد كان فيه صفات يعني صفات جده رسول الله إذن أبو عبد الله الحسين كم كان يحب جده رسول الله وقد ألم فراقه عليه أو يعني هذا الفراق رسول الله قد ألم قلب الحسين لكن كان الواقع يعوض هذا الفراق بأن ينظر إلى ولده علي الأكبر فيستذكر جده رسول الله صلى الله عليه وآله كما أنه كان إذا اشتاق إلى الإمام الحسن أخي ينظر إلى ولده القاسم صلى الله وسلم إذن هنا أولا هو ولده ثانيا عظم شئنية علي الأكبر ومقامه وعبادته ومعزته وهذا أيضا يزيد في معزته وشبهه بأعظم شخصية وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآن الأب يشوف إيميل إلى واحد من أولاده لأنه مثلا يشبه أبو أو يشبه أمه أو عنده في الصفات حركات مما كان حركات أبيه يحمل صفات أبيه يحمل صفات جدته يعني والد أبو أو أم أبو فهذا شوفه يكون لفد معزة إضافية خاصة تضيف على معزته هنا القضية أحبت أن الإمام الحسن أولا يعبر عن ألمه حينما يفارق ولده قد فارق ولده الأمر الثاني أنه من باب التعريف أن هذا الغلام الذي خرج إليكم يا أهل الكوفة هو شبيه رسول الله لذلك يقولون أن أهل الكوفة كانوا يتوجسون من قتل علي الأكبر لا لأنه سليل النبوة إنما بسبب شبهه برسول الله صلى الله عليه وآله وهنا قضية الواقع قصة لطيفة أن واحد من النصارى رأى رسول الله ونبي الله عيسى وقد أسلم أمره عيسى أن يسلم فقام من نومه جاء إلى المسجد فقال لقد رأيت نبيكم الأمس مع عيسى عليه السلام وأمرني عيسى أن أسلم فجأت هذا اليوم أن أجدد إسلامي على يد أقرب شخصية إلى رسول الله فجاء به إلى أبي عبد الله الحسين صلى الله وسلم عليه سلم عليه وأسلم على يدي بعد هذا الإمام الحسين عليه السلام يقول أرسل إلى أولدي علي الأكبر جاء أبي علي الأكبر وكان صغيرا وعلى وجهه برقع حينما رفعوا البرقع ونظر إليه هذا الرجل أغمي عليه أغمي عليه رش عليه الماء حينما أفى قال هذا والله الذي رأيته في منامي وكان علي الأكبر صغيرا هذا اللي شفت في منامي إذن أي شبه بين علي الأكبر وبين جده رسول الله صلى الله عليه وآله بحيث أن هذا الرجل يقول هذا الذي رأيته في منامي إذن هنا الإمام الحسين عليه السلام أولا يعبر عن ألمه لذهاب ولده لذلك كان وجهه مشرق يرى ولده يصول ويجول في الميدان وليلا كانت الرواية التي تقول أن للا في الطف كان يراقب ولده وفرح فجأة تلمح وجهه قد تغير صاحة أبا عبد الله هل أصيب ولدي بشيء قال لا لا يا يا ليلة ولكن برز إليه من يخاف منه علي بكر بن غانم كان من فرسان الكوفة خرج لكن علي خرج إلى علي الأكبر لكن علي أكبر ضربه ضربة علوية قده نصفين الغرض أن الإمام كان خائف الأمر الثاني أنه يبين لهؤلاء أن هذه الشخصية التي خرجت هي قريبة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنتم تقتلون أقرب الناس إلى رسول الله وأيضا علي بن حسين الأكبر أيضا حينما خرج كان يرتجز أنا علي بن الحسين ابن علي يعني تعريف النفس نحن وبيت الله نحن لا تقول خوارج يقسم ببيت الله أولى بالنبي نحن وبيت الله أولى بالنبي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي أسأل الله تعالى أن يجعلنا على نهج وسيرة علي الأكبر صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين